عشان بس هي النقطة دي مهمة جداً إلى أبعد الحدود إيه هي؟ هل في تدخلات أجنبية موجودة في السودان؟ آه يعني هو ده موضوع مش خاضع لسه للمناقشة لليقين أو للشك هو فيه كويس؟ طيب السؤال اللي بعده هل إحنا كلنا كلنا وقفين على أرضية واحدة بتقول أنه التدخل الأجنبي في هذا الصراع هيؤدي إلى المزيد من التأجج المزيد من الاحتقان المزيد من عدم الاستقرار واضح أنه مش كلنا فاهمين ده طيب تعالي ناخد السؤال اللي بعده هل يا طرأ هل طرأ كلنا عندنا يقين أنه تأجيج الصراع اللي موجود بسبب التدخلات الأجنبية اللي هي من غير السودان أي حد برا السودان يبقى تدخل أجنبي حلو كده؟ بالدعم بالتمويل بالموافقة بأيا كان حلو ولو حتى بالتصريح هيمثل خطورة على المنطقة بالكامل؟ طبعا طبعا السودان يمثل خطورة مباشرة داهمة على سحر البحر الأحمر ومنها قد ينتقل دلك بعد الشر لقدر الله لمنطقة الخليج ومجلس التعاون الخليجي كذلك ينتقل لي أنا كمصر إذن فالمسألة مسألة إيه؟ بعد قومي ما فيهاش أي هزار بعد أمن قومي ما فيهاش هزار طيب تعالي نطرح السؤال الثالث هل عدم وجود مصر وعدم وجود دولة جنوب السودان في أي شكل من أشكال التسويات؟ هيؤدي إلى أن التسوية تصبح مكتملة ومستقرة؟ لا لا قاطعة أهل مكة قدرى بشعابها بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ وبحكم السياسة إحنا اللي اتنين اللي عارفين البلد دي كويس بكفة مفاصلها بكفة ألوان طفها السياسي بكفة تعقيدتها القبلية وهي عملية قبلية شديدة التعقيد شديدة التعقيد فأي شكل من أشكال التسوية دون وجود مصر وجنوب السودان اعتبر من التسوية دي وكأنها حرثم في البحر هل علشان إحنا مش موجودين كده لأجل الهوى؟ لا لأننا اللي عارف أنا اللي شايد زي ما بالضبط كده بيجي نتكلم وفي حاجة اسمها تسوية تحصل للوضع القائم الآن الراهن في فلسطين من غري ما ينفعش هل عشانا عايزة بقى موجود؟ لا مش عشانا عايزة بقى موجود هي المسألة مش شبطة هي المسألة سياسة بس كده فعلينا كلنا أن إحنا يبقى فيه عندنا الفهم والنطج الكافي والوعي الحقيقي يا جماعة مصر أراد من أراد رفض من رفض وصحب الإرادة الأولى هو ربنا هي رمانة الميزان الوحيدة في المنطقة تاني آه مصر هي رمانة الميزان الوحيدة في المنطقة تالت مصر هي الضامن الوحيد لأمن وسلام المنطقة بالكامل الوحيد ترجمة نانسي قنقر